رداد ورنى ضحيتان جديدتان لإرهاب ميليشيا الحوثي في مدينة تعز انفجار عبوة من مخلفات حرب ميليشيا الحوثية الإرهابية في حي عصيفرة شمال المدينة عرضت طفلين لإصابات متفرقة في جسديهما جرائم متواصلة بحق المدنيين تواصل الميليشيا ارتكابها وسط صمت حقوقي شابتين بالسلاح والقاتل والمدافع والقريمة إلى متى؟ أين الحقوقيين العرب؟ أين نشطاء الحقوق على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الجانب المحلي؟ يعني أين الحكومة هذه؟ لماذا تعمل لقنة مفاوضات في الأمم المتحدة وفي محكمة الاهياء الدولية لتقييد ورصد هذه الجرائم ثلاث جرائم من ذات النوع استجهد وأصيب على إثرها أكثر من ثمانية أطفال خلال أسبوع واحد فقط في مدينة تعز كم هائل من الجريمة يمارس بشكل يومي على سكان المدينة بمختلف فئاتهم دون أن يثير هذا العنف الممنهج اهتمام المجتمع الدولي الذي يعتبره السكان هنا مشاركا في قتلهم ومعاناتهم هذه من ضمن الانتهاكات المستمرة والتي لن تتوقف وإن تحدثوا عن هدنة وإن تحدثوا عن سلام إلا أن الحديث عنه هو أمر فقط يعطي الميليشية الحوثية وقتا لترتيب أوضاعها العسكرية وقتا لترتيب أوضاعها الأمنية ما يحصل هو انتهاك مستمر وحشية ميليشية الحوثي ضد أبناء تعز والممارسات الإجرامية بحقهم تؤكد الحقد الدفين الذي تكنه الميليشية لسكان المدينة ولا يزيد المعاناة هنا إلا الخذلان الذي تلقاه تعز من قيادات الحكومة الشرعية وطواطئ المجتمع الدولي والمشاركة الأممية في جرائم الإرهاب ودعمها للإرهابيين أيمن قائد يامن شباب تعز تعز ترجمة نانسي قنقصة